وهذه تسمى البدعة وهذا ما تسمى البدعة من ابتدع شيئاً أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا يقبل الله تبارك وتعالى ذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يعبد إلا بما شرع لا يقبل أن يأتي إنسان يشرع من نفسه ويتقرب إلى الله بغير ما شرع ولذلك البدعة هي أن يتقرب الإنسان إلى الله بغير ما شرع سبحانه وتعالى فمن أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه ما لم نشرعه فهو رد أي مردود على صاحبه وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه